بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الحضور الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا نرحب بكم في هذا اللقاء التضامني لعلماء الأمة الذي تنظمه هيئة علماء المسلمين في العراق تضامنا مع أهلنا في الغوطة في سوريا الحبيبة وينعقد هذا اللقاء بحضور كوكبة من العلماء من مختلف البلاد الإسلامية وخير ما نبدأ لقاءنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ عبد المنعم البدراني فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم المشايخ الأفاضل جميع الحضور الكرام نجدد التحية لكم في هذا اللقاء التضامني لعلماء الأمة مساندة لأهلنا في الغوطة ولا بد لنا في بداية هذا اللقاء أن نتقدم بالشكر إلى تركيا حكومة وشعبا على مواقفها المشهودة في مساندة قضايا الأمة المختلفة والشكر للمشايخ الأفاضل الكرام وجميع الحاضرين على تلبيتهم لهذه الدعوة وقيامهم بواجب المساندة لأهلنا والحث للأمة على وجوب النصرة للمستضعفين السادة الأفاضل جراح الأمة النازفة تتكاثر ورقعتها الجغرافية تكبر يوما بعد يوم فبعد أن كان انشغالنا بالجرح الفلسطيني إذا بالأمة تكلم ببغداد واحتلال العراق ثم ما حدث في الشام ومآسيها المستمرة منذ سنوات وتبعتها اليمن وغيرها وغيرها من بلاد المسلمين حيث أن العدو عدونا واحد في هذه البلاد وفي هذه المعارك المختلفة وبما أن هذه المعركة الواحدة فلابد إذن من توحيد الرؤية ومن تنسيق الجهود ومن تعاضد المواقف في هذا الإطار يأتي هذا اللقاء لنتكاتف ونتعاضد ويستمع بعضنا للآخر ونقوم بواجب النصرة لأهلنا في هذه البلاد جميعا وبداية اليوم الغوطة البركان المشتعل والجرح النازف المستمر نبدأ هذا اللقاء بكلمة لشيخنا الشيخ أسامة الرفاعي رئيس المجلس الإسلامي السوري فليتفضل على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهده ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام لقاءكم المبارك هذا إنما يجسد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاططهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذا اللقاء يجبر قلوب المسلمين الذين أصيبوا أو يصابون أو سوف يصابون في أي خطعة من الأرض في مشرق الدنيا ومغربها حينما يصابوا مجموعة من المسلمين في بلاء من البلايا ويعلمون أن المسلمين جميعا قد أقدت مضاجعهم مما يسمعون من أخبارهم وأن قلوبهم تتلهف لنصرتهم ولتأييدهم ولعونهم هناك تكون الأمة حينئذ جسدا واحدا ويكون نظر الله تبارك وتعالى عليها بالنصر والتأييد والعون والتمكين إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المسلمون هكذا يفترض فيهم أن لا يخافوا لا يخافون من شرق ولا من غرب ولا يخافون من أمريكا ولا روسيا ولا دول الغرب ولا دول الشرق لو اجتمعت كلها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يخفها لأن الله تبارك وتعالى علمنا ذلك في كتابه الكريم سبحانه وتعالى فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يجعل أولياءه مخيفين للمؤمنين يوهم المؤمنين بأن يخافوا من أوليائه والله عز وجل يخاطبكم أيها المؤمنون فلا تخافوهم لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين لذلك المؤمن إذا كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل فإنه لا يخشى إلا الله بمقتضى إيمانه لأنه يعلم أن أحدا لا يستطيع أن ينزل به قليلا ولا كثيرا من السوء إلا بإذن الله تبارك وتعالى ولا يستطيع أحدا أن ينفعه أو يكرمه أو يتقدم إليه بأمر من مسراته إلا بإذن الله تبارك وتعالى فحينئذ يكون متوكلا ويرى أنه لا يستحق الخوف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستحق أحد أن تطمع به إلا الله تبارك وتعالى هكذا المسلمون يخافون الله تبارك وتعالى ولا يخافون من أولياء الشيطان مهما كثروا ومهما تعظمت قوتهم ومهما ملكوا من السلاح والعتاد فإن الخوف لا يتداخل في قلوبهم ولا يمكن أن يهيمن على أفئدتهم لأن قلوبهم مرتبطة بالله تعلموا أن الأمم كلها وأن الخلق كلهم من الجن والإنس والملائكة والحيوانات وكل الخلق لو اجتمعوا على أن يحركوا ذرة في هذا الوجود لفشلوا في ذلك كله إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام الغوطة لا شك أنه جرح مؤلم جدا وعميق جدا في جسد أمة الإسلام ولكن لو وجدنا أن أطراف هذا الجسد كلها جريحة كلها جريحة فيا ليتنا نستطيع أن نحرك المسلمين في أنحاء العالم كله أن يقيموا مثل هذه اللقاءات المباركة الطيبة حتى يشعر أهل المصائب من المسلمين أينما كانوا في مشرق الأرض أو مغربها حتى يشعروا بالجسد الواحد حقيقة ويشعروا بأن إخوانهم يتحرقون على نجدتهم ونصرتهم حينئذن يهابون الأعداء نحن لا نخاف من شرق ولا من غرب إن شاء الله وتعالى لكن نخاف من شيء واحد فرقتنا فرقة المسلمين هي التي ينبغي أن ترعبنا وتهددنا حقيقة ونشعر بالتهديد حينما نرى أنفسنا متفرقين هذا أمر ينبغي أن نستنفر طاقاتنا له وأن لا نمكن هذا الشعور من أن يغزو قلوبنا بأننا متفرقون أشكر هيئة علماء العراق على هذا اللقاء المبارك الطيب الذي سينقل إن شاء الله وتنقل أخباره وتنقل اهتماماته إلى إخواننا في الغوطة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فاجزاكم الله خيرا الغوطة تجمع عليها سوريا كلها والعالم الإسلامي كله تجمع عليه البشر كلهم كل صنف غير أهل السنة والجماعة من المسلمين كلهم تجمعوا على أهل السنة والجماعة كل يوم نسمع في منطقة من المناطق يؤذى المسلمون فيها إذاءا شديدا والغوطة وسوريا أخواننا للأسف أنه صار الخصم هو الحكم فيك الخصام وأنت الخصم والحكم اليوم عندنا الضامن للنظام ليردعه عن ظلمه إنما هو الروس فهذه صورة الذئب الذي يرعى الغنم ولا حول ولا قوة إلا بالله وليس أمامنا طريق أبدا أبدا والله لا أمل في دولة من الدول في هذه الدنيا لا للدولة الصديقة الحبيبة تركية ولكن العالم كله ضدنا وأمل المسلمين كل هذا الأمل يتركز في هذه اللقاءات التي تشعر أهل المصائب بأن الله تبارك وتعالى معهم وقد جند لهم قلوب العلماء وقلوب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين هم في الحقيقة يقودون الأمة ليس الحكام هم الذين يقودون الأمة الحكام يقودون ظواهر هذه الأمة وأجسادها وأما العلماء فهم الذين يقودون قلوبها وأرواحها وهذه القيادة الحقيقية التي تستطيع أن تصل إلى الهدف المقصود لذلك أؤكد على هذا أن نحرك العلماء الذين نعرفهم في العالم الإسلامي كله ليهبوا هبة رجل واحد تجاه كل مصيبة من المصائب تنزل بمسلم من المسلمين في أقاصر الأرض شرقها وغربها جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأكثر من أمثالكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسمعنا الأخبار الطيبة من كل جهة من جهات المسلمين ينزل فيها البلاء إنه سميع قريب ومجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزا الله شيخنا على هذه الكلمات المباركة المركزة البليغة ونسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءه ودعاء جميع المسلمين ودعاء قادة الأمة كما ذكر شيخنا الآن مع كلمة أهل الدار مع الأنصار كما يحبون أن يلقبوا ونحب أن يلقبوا بهذا اللقب مع كلمة الدكتور عمر الفاروق قرق ماز عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تركيا أعوذ بالله من الشيطانين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا أدوانا إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أشكر لهيئة علماء المسلمين الأراق الذي جمع قيادات العلمائية في عاصمة العالم ألا ويها مدينة إسطنبول في قضية مهمة جدا قضية مهمة وحساسة ألا وهي قضية القوطة الشرقية وإن كانت السورية كلها تحولت إلى قوطة في الحقيقة ليس فقط منطقة واحدة كما ذكر فضيلة الأستاذ سامي رفعي الأمة كلها أصبحت كأنها القوطة الشرقية الجرح كبير والمعاناة كبيرة والذين يطالبون النجدة والمساعدات أيضا كثيرة وكبيرة والذين يخططون لهذه الأمة قليلا وقليلا جدا والذين يظنون أنهم يخططون ليسوا متخصصين وليس لديهم تخصص في بوضوع التخطيط كل ما يحدث ويجري في منطقتنا في بعض الأحيان من سوء التخطيط في بعض الأحيان المشاريع المبرمجة ضدنا في هذه المنطقة أو في العالم بشكل عام ما يحدث في سوريا أولا وفي القوطة الشرقية خاصة هو بشارات الأساسية لصراء الهضاري التي كانت تتشدق ببعض المفكرين الأمريكان قبل أقدم من الزمن يبدو أنهم يطبقون مناهيجهم رويدة رويدة في منطقة الإسلامية الخوف وكل الخوف أن ما تهدس ألان في منطقة الإسلامية بشكل عام هذه مقدمة الأولى لم تبدأ المشروع بعد لابد أن نفكر بهذه الطريقة كأن المشروع هو نهايته أن يصل الموضوع إلى أرماجدون كما يحلمونهم وأرماجدون كلكم تعرفون أنه سيهدس في منطقة سوريا في أرض سورية وجزء من تركيا كأنهم يخططون هكذا لكن قبل أن يأتوا إلى ملحمة الكبرى يضعفون إمكانية الأمة يقللون قوة الأمة ويجعلون أبناء الأمة يتسارعون فيما بينهم وهؤلاء الذين يتسارعون فيما بينهم في بعض الأحيان يتسارعون مع الأنزمة الدكتاتورية يعني يتسارعون فيما بينهم أكثر مما يتسارعون مع الأنزمة الدكتاتورية والجرح كبير وكما ذكرت لا يوجد من يخطط لهم بشكل صحيح ونعمة الاجتماع هذا المؤتمر أن قيادات العلمائية من أتياف مختلفة من بلاد مختلفة اجتمع على يد واحد على مؤتمر واحد أتمنى أن يخرج قرار عملي معقول من هذا المؤتمر على الأقل يعطي أمل لأبناء الأمة الذين هم في الخنادق هم في الميادين بأن صورة الأمة قد اجتمعت على الأقل قيادات العلمائية اجتمعوا بشكل موحد أنا من يعرفني يعرف بشكل جيد يوميا أستقبل ضيوف من كل العالم صحيح هناك مستويات مختلفة يعني الجرح قليل الجرح كبير منهم من يستنجد وكذا لكن يعني ماذا يسمى الرقعة كبيرة جدا صعبا تسد الحاجات كلها يعني كل من أجلس يلومنا ويلومني ويلومنا جميعا يقولون أن التركيا لا تفعل فينا التركيا لا تفعل شيئا كثيرا التركيا لا تفعل شيئا كثيرا لأن ما تفعله موزع يعني إذا جمعت كل الطاقاتك في سوريا ربما لا كان كبير لو جمعت كل الطاقاتك في إراق لا كانت كبير لو جمعت كل الطاقاتك في موضوع فلسطين لا كانت كبير لو جمعت تركيا كل طاقتها في موضوع أركان لا كانت كبيرة لكن إذا أنت تحاول أن تركض يمينة وشمالا جنوبها شمالا الموضوع صعب جدا وإمكانية التركيا محدودة جدا مع ذلك نستطيع أن نقول أن قلوبنا وإمكانيتنا في خدمة أهل قوة يعني حكومة تركيا أعلنت أكثر من مرة هي مستعدة أن تستقبل كل جرحة والأطفال والنساء إن كانوا يريدون ذلك وما فعلته تركيا ليس غريب عليكم لكن الأمر ليس بهين يعني الآن عدد المسلمين في الأرض مليون وسبعمائة مليون ربما مليارين مليار وسبعمائة مليون أو منهم يقول مليارين في كل ملاتق فيها إشكالية جزء منها جدا مستعجلة لا بد التدخل لكن ما هي الحلفاء من هم الحلفاء لتركيا تقف معها قبل يومين كانت هناك ندوة وكنت أسأل أتسأل في نفسي ما هي الدول العربية يمكن أن نتحالف ونتقدم في حل مشكلة الأمة مع المحاضرة كانت علاقات التركيا العربية يعني ما هي الدول التي نستطيع أن نعتمد عليها الدول العربية التي نعتمد عليها بشكل صحيح وكلكم تعرفون فرق الأوسط تحولت إلى مشاريع السلاسة شينا وابينا هذا واضح جدا في مشاريع السلاسة مشروع إسرائيل واضح ومن يهوم أو يلتف حوله ومشروع إيران واضح جدا لا بد أن نقول هذا الكلام بشكل صحيح وهم يعرفون ذلك ومشروع التركيا الفتية إلى الآن تركيا إلى الآن عندما أرادت أن تكون مستقلة وقراراتها مستقلة بدأوا يتكالبون عليها بشكل كبير ومن حق التركيا أن تنظف حدودها من المنظمات الإرهابية حتى هذا لا يتحملون وكلكم تعرفون كم أنفاغ فتحوا حتى حدود التركيا حتى يسربوا الأسلحة إلى داخل التركيا لتخريب الأمن والاستقرار في الداخل التركيا لكن هذا موضوع إذا قررنا ما يجري في قوة بسيطة جدا لا بد أن نعترف أيضا حتى لا أنحرف وأبتعد عن موضوع المؤتمر موضوع القوة لا أريد أن أطول لكن أريد أن أقول بالاختصار أنا أخاف كل ما يجري في المنطقة الإسلامية كأنها مقدمة الأولى يعني كل فترة يصنع لنا مشاكل جديدة أولا سراع السني الشي هذه كانت مقدمة الأولى سراع مرحلة أخرى ربما بين الفصائل السنية سنية لكن في مشروع جديد قادم لا بد أن تعرفوها وأنتم أكيد تعرفون هذا السراع سراع ما يسمى بمصطنعة أنا أعرف ذلك لكن سيأتي أيضا لأنهم يخططون على ذلك سراع صوفي سلفي صوفي سلفي معناه صراع سني سني لكن لم يشبع بعد الأعداء الأمة في تخريب البشر من المسلمين والآن يخططون مشاريع جديدة وهناك مخططات أخرى إذا لم ننتبه نحن أبناء الأمة لهذه المشاريع الذي يتبق وينفذ علينا نحن سنعاني كثيرا سنعاني كثيرا أتمنى أن نعود إلى رشدنا إذا أدنا إلى رشدنا نحن أظن المشاريع الأخرى سيدعف لأن ما يجري في سيناء في مصر ليس بغريب عليكم لكن لم يبدأ بمشروع سيناء بشكل كامل غدا سنسرخ ما يجري في سيناء ليس أقل من القوة الشرقية بعد ذلك سنسرخ في منطقة أخرى لابد أن يكون هناك لجنة من الأولماء يستغيصون من المخططات الستراتيجيين نحن لسنا أهل استراتيجية نحن لسنا أهل التخطيط أنا لست من أهل التخطيط على الأقل لكن هناك من تخصص في هذه القضايا من العسكريين من المدنيين لابد أن يكون هناك التعاون بين مؤسسات مختلفة يضع بوصلة أو خريطة الطريق إن كان الموضوع ينبغي ذلك نعلن الحدنة عشرين سنة القادمة نعلن الحدنة إذا كان هذا ينفع نحن كل الحرب التي دخلنا فيها نهزمنا في فترة الأخيرة ماذا نريد لذلك لا بد أن يكون في خطة إذا كان الحرب مستمر مستمر ليس مشكلة لكن لا بد أن يكون بالخطة لكن بأطراف بختلفة يخطط هذا الموضوع يعني الشخاص الذين يثق فيهم ليس مجموعة من الشباب يورطوننا في المشاكل بعد ذلك نحن نهب خلفهم ونحاول نقز الموقف لا ليس هكذا لا بد أن يكون فيها أشخاص مخططون يخططون الموضوع بشكل صحيح ونحن نتبع أولو الأمر أطيئوا الله وأطيئوا الرسوال الأمر منكم ونحن مستعدون أن نطيع أولو الأمر ليس مشكلة بارك الله فيكم أعتذر للأطالة بارك الله فيكم السلام عليكم شكراً للدكتور عمر الفاروق وبالفعل عدونا يخطط وينفذ المشاريع التي يخطط لها فإن لم يكن لدينا مشروع أو استعداد للمواجهة ستكون أعمالنا ردود أفعال ربما لا تتناسب مع تلك المخططات ولذلك ربما نخسر بعض هذه الحروب ننتقل الآن إلى كلمة للشيخ الدكتور غازي التوبة رئيس رابطة العلماء السوريين فليتفضل مشكوراً أعوذ بالله السمين العليم نشط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الكرام شرف الغوطة شرف الغوطة عليه الصلاة والسلام بأن قال حديثاً عنها قال الرسول عليه الصلاة والسلام فسطات المسلمين يوم الملحمة الغوطة بعدين أيضاً هناك إضافة في هذا الحديث تقول وهي إلى جانب مدينة تسمى دمشق وهناك إضافة أخرى تقول وهي من خير مدائن الدنيا حقيقة هذا الكلام كلام عظيم في حق الغوطة من الرسول العظيم الكريم عليه الصلاة والسلام يشرف الغوطة ويجعلنا نتجه إلى الغوطة ونحافظ على الغوطة ونعتقد أن جهادنا وقتالنا في هذه الغوطة مع عدم توازن القوى نحن نواجه دولة عظمى ودولة كبرى في الشرق الأوسط نواجه روسيا نواجه إيران التي هي دولة كبرى في الشرق الأوسط روسيا الدولة العظمى الثانية في العالم بكل جبروت هاتين القوتين وبكل جيوشهم ودباباتهم وطياراتهم وبراميلهم المتفجرة تقصف الغوطة ومع ذلك نلاحظ أن الغوطة ما زالت صامدة حتى الآن هذا الصمود أنا أعتقد شيء من بركة الحديث الذي حدثنا به الرسول عليه الصلاة والسلام إذن نحن مع اختلاف القوتين مع عدم توازن القوتين مع افتراق القوتين نحن نقاتل بالبركة التي تنزل علينا من السماء التي تساعدنا في الوقوف في وجه هذه القوى الظالمة المتجبرة الطاغوتية التي لا تبقي ولا تذر لكن الله أكبر منها بإذن الله ونحن نستعصم بالله ونثق بالله ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو عنصر رئيسي في مواجهتنا مع هذا الباطل ومع هذا الطاغوت المجرم الذي جاء من خارج سوريا بالإضافة إلى الطاغوت الموجود في داخل سوريا أيها الإخوة الكرام هذا جانب أيضا أنا أعتقد أن جانبا آخر أن تلك الأرض كلها مباركة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الشام إنها أرض المحشر والمنشر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن الأرض التي حول الأقصى هي مباركة وأقسم ربنا سبحانه وتعالى وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أقسم بأربعة أماكن أقسم بأربعة أماكن لشرفها لتقديرها وما يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بكل شيء عظيم التين المقصود بها هي بلاد الشام الزيتون أرض فلسطين طور سينين جبل في سيناء كم معروف البلد الأمين مكة إذن هذه البلاد مباركة بقول الله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن في جانب كبير من صمودنا ومن مقاتلتنا ومن مواجهتنا لهذا الباطل يكون بفضل هذه البركة وبفضل هذا التأييد من الله ومن ملائكة الله سبحانه وتعالى إذن أيها الإخوة الكرام هذا جانب أحببت أن أدخل به إلى الحديث معكم لأن فعلا نحن هناك خلل في التوازن بين قوتنا وقوة خصمنا وهذا واضح لكن نحن نثق بأن الله سبحانه وتعالى معنا في هذه المعركة لأننا نحن معه إن شاء الله بإيماننا وبقلوبنا وبخوفنا وبرجائنا مع الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى سينصرنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إذن أيها الإخوة الكرام نحن هناك كلمة سبقت من الله سبحانه وتعالى لعباده المرسلين بأنهم هم المنصورون وبأن جندهم هم الغالبون إذن هذا جانب مهم في قتالنا في صمودنا في مواجهتنا لهذا الباطل ولقوى الباطل ولقوى هذا الظلم أيها الإخوة الكرام في مثل هذه الأيام قام البعث عام 1963 يعني قامت ثورة البعث في عام 1963 قبل ما يقرب مثل ما قلنا يعني أكثر من 55 عاما حقيقة قام هذا البعث في عام 1963 بهدفين اثنين الأول اقتلاع الإسلام من قلوب المسلمين في سوريا هذا واحد الشيء الثاني تدمير طبقة العلماء وطبقة المشايخ وطبقة القيادية للمسلمين قام بهذين الهدفين بشكل رئيسي وأنا كنت أعي ذلك في تلك المرحلة كنت يعني فحتى أنهم كتبوا على مختلف السكانات العسكرية على أبواب السكانات العسكرية في مختلف انحاء سوريا آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني إذن هذا الحزب قام لأمرين اثنين كما قلت هو أولا اقتلاع هذا الدين هذا الدين الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ونحن آمن به ونقله إلينا الصحابة رضوان الله عليهم هذا جاء الاقتلاع هذا الإسلام من قلوب هذه الأمة من قلوب هذا الشعب من قلوب هؤلاء الناس وجاء أيضا لكي يستعصل طبقة العلماء طبقة المشايخ لأنهم هم الذين يقودون الأمة ويقودون الشعب كانت حجته في ذلك أن هذين الأمرين الإسلام والمشايخ يحولون دون الأمة ودون النهضة يعتبر أن هؤلاء هذان الطرفان أو هذان الأمران هما العقبة دون النهضة ودون التقدم ودون العمران ودون الحضارة حقيقة خسئة وأخطأ في هذا خطأا بعيدا لأن الإسلام هو الذي ينشئ الحضارة وينشئ القيم وينشئ التقدم وينشئ العمران وكذلك طبقة المشايخ والعلماء هم الذين يقودون الأمة إلى الخير وإلى العمران وإلى البناء أيها الإخوة الكرام هذان هدفاً كان واضحين تماماً في رسالة البعث وفي مجيء البعث عندما جاء لكنه فشل فشلاً ذريعاً لأن الأمة كانت صلتها بربها برسولها بصحابتها بقرآنها كانت أكبر بكثير مما يحلمون ومما يتصورون هذه الأمة بعد خمسين سنة من الإفساد الممرمج من الإفساد الممنهج هناك خطط طويلة عريضة رسمت في سوريا في مجال الإعلام في مجال التربية في مجال الزراعة في مجال الصناعة لإفساد الناس ولتدمير رفوس الناس ولتدمير عقول الناس لكنه فشل وخرجت الناس بعد خمسين عاماً في خمستاش آذار الفين وحداش خرجت لتقول ما لنا غيرك يا الله لأنهم كل هذه المنهجات وكل هذا الدفع وكل هذا الترتيب فشلوا في إفساد وفي إبعاد وفي اقتلاع الإسلام من قلوب الناس وفشلوا في فصل وقسم الرابطة بين العلماء والمشايخ وبين جمهور الناس أيها الأخوة الكرام هذه آية من آيات الله أنا أعتقد الكل يعلم أن المناهج التي قام عليها البعث والتي صرف عليها والتي دبرها كلما فشلت خطة كان يلجأ إلى خطة ثانية في مختلف المجالات وكان هناك أربعة عشر جهاز مقابرات يقوم على دعم هذه الخطط لكنه فشل في كل ذلك لأن الأمة حقيقة متصلة بربها لأنها تحب ربها تحب رسولها تحب صحابتها رضي الله عنهم إذن فشل فشلا زريعا في ذلك وقابت الثورة لكنه مع باطله اتجه إلى تدمير سوريا فدمر الحجر والبشر كما نرى دمر الحجر والبشر والحجر دمره تدميرا كاملا والشجر حقيقة كل هذا في سبيل أن يبقى على كرسي الحكم وسقط مرتين خلال هذه الثورة المرة الأولى في عام 2012 في نهاية الأولى كانت سقط لولا مجيء إيران في 2013 جاءت بكل عسكر ومترولها وعسكرها ومخابراتها وجيوشها جاءت مدعمة لبشار الأسد فدعمته في معركة القصير 2013 ثم سقط برة ثانية في عام 2015 في نهاية أيلول 2015 كاد يسقط في أيلول 2015 لكن البعث لكن روسيا جاءت ودعمته في عام 2015 إذن هو سقط مرتين وإن شاء الله سيسقط المرة الثالثة ولن يجد أحدا يدعمه بإذن الله وسننتصر عليه بإذن الله أيها الإخوة الكرام هذه أمة عظيمة أمة من طنجة إلى جاكرتا تعرف ربها تثق بربها تحب رسولها تحب صحابتها عليهم رضي الله عنهم وتحب رسولها عليه الصلاة والسلام فهي بالتالي أمة عظيمة لن تستطيع مشاريع الغرب أنا أعرف أن مشاريع الغرب حقيقة متوالية كلما فشل مشروع جاءوا بمشروع المشروع الصهيوني الغربي بعد سقوط الخلاف العثماني 2027 جاء للمنطقة والفكر القوم العربي والفكر الوجودي والفكر الاشتراكي لكنه فشل وجاءت الصحو الإسلامي بعد 1970 ثم جاء مشروع البلالي 1979 بعد ثورة الخميني لكنه سيفشل بإذن الله الآن داعش أيضا مشروع ثالث سيفشل بإذن الله هذه أمة عظيمة تعرف ربها تعرف دينها تعرف رسولها عليه الصلاة والسلام تثق بقادتها وعلمائها لذلك أيها الإخوة الكرام أنا أبشركم أنا واثق من نصر الله ومن تأييد الله وأن أمتنا هذه أمة عظيمة لن تلتفت إلى الأراجيف وإلى الأباطيل ولن تلتفت إلى الأضاليل التي يرسمها لهم لقد حقيقة أنا أرى آية تتحقق فيها كل معاني مكر المخططات الغربي وغير الغربي ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال حقيقة مكر الذي تزول منه الجبال رأيته أنا في هذا بالمئة السن الماضي متابعات أي إنسان يتابع المخططات التي أوجدوها الوجودية على الاشتراكية على الماركسية لم يتركوا وسيلة لإفساد هذه الأمة ولتضليل هذه الأمة إلا قاموا بها لكن هذه الأمة كما قلنا استطعت أن تتغلب عليهم بفضل علماء ربانيين كانوا يرسمون لنا ينيرون بصيرتنا من أمثال حسن البنة رحمه الله أبو الأعلى المودود سيد قطب رحمه الله جميعا عبد الحميد بن باديس غيروا من العلماء عشرات العلماء هم الذين كانوا ينيرون بصيرتنا ويجعلنا نتجه الاتجاه الحقيقي ونرفض كل هذه الأباطيل وكل هذه الأراجيف ونتغلب عليها أنا واثق أيها الإخوة الكرام بأننا سننتصر لأن الله قال كما قلت الآية السابقة ولقد سبقت كلمتنا لعباننا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون هذا قول الله العزيز الحكيم الكبير الجبار المنتقم سبحانه وتعالى هذا الكلام متحقق في العرض نسق به ثقة كاملة بأنه سيكون نصر لنا لكن علينا أن نستعمل عقلنا أن نرسم برامجنا بشكل نحب بعضنا نتعاضب كما ذكر الإخوة نتعاون هذه هي الأمور التي إذا اتبعناها سننتصر بإذن الله وسيكون نصر مؤذر وسنعود إلى بغداد وسنعود إلى دمشق وإلى القدس إلى هذه العواصف سنعود فيها ونعيش جميعا بإذن الله وبفضل الله وبكرم الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الكلمات الملهبة للحماس ونسأل الله تعالى أن يستجيب الدعاء وأن يمكن لهذه الأمة بعد أن تأخذ بالأسباب فتكون متوكلة لا متواكلة الآن من أرض الحكمة والإيمان من أرض اليمن يسرنا الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور صادق المغلس عضو هيئة التدريس في جامعة الإيمان في اليمن فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل الفرج على هذه الأمة وأن يعجل الفرج على إخواننا في الغوطة وفي سوريا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ تركيا أيها الإخوة إن أعداءنا تألبوا علينا لأننا مسلمون والإسلام كما تعلمون ليس مشروعا بشريا ولكن البشر فيه عنصر مهم أراده الله تبارك وتعالى أن يأخذ بالأسباب فعلاقتنا بالله تبارك وتعالى لا بد أن تتقوى لأن دين الإسلام هو دين الله أولا وهو حافظ دينه والرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن الأمم ستتداعى علينا من كل أفق وبيّن أنهم سيغلبوننا بسبب مرضين حب الدنيا وكراهية الموت فالله تبارك وتعالى والإسلام طوال القرون الماضية إلى ما قبل مئة سنة كانت تظله دولة كبرى وكان الأعداء يهابون هذه الدولة الكبرى صحيح أنه تحصل بعض النكسات لكن سرعان ما يستأنف المسلمون انتصاراتهم أعداءنا اجتمعوا فأسقطوا آخر مضلة وهي الدولة العثمانية كان السلطان عبد الحميد رحمه الله يقول كما في مذكراته لا يمكن أن نواجه مخططات أعدائنا إلا بالجامعة الإسلامية أي بأن نجتمع جميعا ما كان يكتفي هو وهو سلطان لتلك الدولة الكبرى ما كان يكتفي بالدولة العثمانية وإنما كان أيضا يريد أن يضم إليها البلدان التي ليست في ظلها كإندونيسيا وماليزيا والهند إلى آخره يريد جامعة إسلامية هذا هو الحل والرئيس أردغان تكلم أكثر من مرة قال أنا أستغرب في منظمة كالأمم المتحدة على رأسها مجلس الأمن لا يوجد من يمثل المسلمين المسلمون يقربون من مليارين لعلهم ربوع العالم لا يوجد من يمثلهم هكذا فعلى أعداؤنا الآن يتوزعون الأدوار هناك من يقتل هناك من يدمر هناك من يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل وهناك من يزعم الرأفة والرحمة ويصدر القرارات تلو القرارات بالهدنة كلها أكاذيب يضحكون علينا فهل الآن لنا أن نرجع إلى ربنا ونتخلص من هذين المرضين الذين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت الله جل وعلا بيّن سبب النصر حين قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الإسلام يقوم بتأييد الله أولاً ثم باكتماع المؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أين هذا التأليف نحن تنازعنا على الدنيا قال ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم وقلوبنا داهمتها الأهواء فلذلك الرعب الذي كان في قلوب الكفار من المسلمين زال وتحول الرعب إلينا نسأل الله العافية نحن هنا في إسطنبول كما ذكر الأستاذ عمر وهي عاصمة العالم فعلاً كانت عاصمة المسلمين والآن جمع الله كثيراً من المسلمين المهاجرين فيها وفيهم نخب من العلماء ومن سائر التخصصات نريد أن يحصل تآلف قال سبحانه وألف بين قلوبهم لا نكتفي باللقاءات العابرة ولا بالمظاهر يجب أن يكون هناك ائتلاف حقيقي وكل يقوم بدوره كما ذكر الأستاذ عمر المخططون يخططون والعسكريون في مجالهم والاقتصاديون في مجالهم والاجتماعيون في مجالهم والعلماء في مجالهم كما ذكر الشيخ أسامة قال العلماء بيدهم القلوب وألف بين قلوبهم الله هو المؤلف لكن من الذي يوجه هذه القلوب إنهم العلماء ونحن في إسطنبول المفروض أن تتعمق الأواصر ويتعمق الائتلاف في هذا البلد الذي أخذ يواجهه وحده كما ذكر الأستاذ هناك مشروع فتي لكن هذا المشروع عليه المؤامرات من كل اتجاه فعلينا أن نعرف واجبنا وأن نبدأ بأنفسنا في جمع الكلمة من شتى الأفراد بين شتى الأفراد الذين في هذا البلد العرب وحدهم في هذا البلد يقربون من أربعة ملايين دعك عن الأسبكيين دعك عن الذين من دول آسيا دعك عن الذين من دول أفريقيا هذا البلد أصبح متجهاً تهوي إليه أفئدة كثير من الناس فلا بد أن نحرص على أن نكون جسداً واحداً بمعنى الكلمة إذا فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى سوف يتكفل بالنصر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم فعلينا أن نأخذ بالأسباب التي بأيدينا والتي نستطيعها ثم علينا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى فالله غالب على أمره وهؤلاء في النهاية ليسوا شيئاً ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الأحداث كما ذكر الأستاذ هم يعدون لهرمجدون يعني ينطلقون من منطلقات دينية فهل نحن نظرنا فيما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وما الذي ينبغي علينا أن نعده نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وعن سائر المسلمين وعن إخواننا في الغوطة وفي سوريا والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات الصادقة ما جف جرح القدس لكن ألحقت رغم أنوفنا بالقدس بغداد قالها الشاعر الشهيد قبل قرن ونصف في بدايات الاحتلال الأمريكي للعراق ولكن هذا الجرح ألحقت به جراح أخرى كثيرة الآن مع كلمة لقضيتنا الفلسطينية الأولى القضية الأولى عفوا قضية المسلمين المركزية من أرض فلسطين مع كلمة الدكتور نواف الدكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أيها الأخوة الأحبة ليس فقط لم يجف جرح الكدس وإنما هذه كلها جراح في أنحاء الكدس وفي جوانب الكدس ومراد منها الكدس لأن الأمة إذا تعافت تسير باتجاه الكدس وإن كنت إن شاء الله ما يكون هذا تناقض مع نسي وإن كنت أقول لا إن هذه الجراح هي وخزات في جسم الأمة لتحيا من أجل الكدس أيضا هذه وخزات إن شاء الله تحيينا من جديد ولكن بالعمل والجد والذي تفضل به الإخوة الكرام قبلي جميعا من التدبير والتخطيط ومن الوحدة ومن الإيمان ومن بث الروح كل هذا أيها الإخوة هو الطريق الذي لا بد أن نعمل به بالتأكيد أنه لا يجزئنا أن نتحدث بالإيمانيات وحدها لأنها لا تقبل ولا تبني الجيل وهو يرى هذا أو هذه الجرائم في جسده وهي باب أول لا بد أن تبنى عليه الأجيال ولا يمكننا ولا يجزئنا أن نخطط وأن ندبر بلا إيمان لأن عدونا يملك من أدوات التخطيط ومن أسبابه أضعافنا ولكن مهما استحضرنا من النواحي الإيمانية وجزء منها التخطيط حقيقة لا تكفينا إن لم يكن هناك تدبير وتخطيط وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث نحن الآن أيها الإخوة نلتقي بالتأكيد الكلام في هذه المواضيع كثير لكن نلتقي جزى الله خيراً إخواننا في هيئة علماء المسلمين في العراق وهو واجبهم طبعاً يعني أنا الحقيقة أصبح عندي ردة فعل تجاه الشكر بقدر ما أكثرنا من الشكر وأصبحنا دائماً نتوجه لبعضنا برسائل الشكر وكأننا متفضلون على بعضنا بالقيام بهذه المهام التي هي واجبات ينبغي أن تجري في عروقنا وأنا أتمنى يا شيخ مثنى أن نلغي هذه الشعارات والأسماء أو على الأقل أن نجمعها وأن تكون طبعاً على فضلها والله على راسي ولكن أن نعمل بكلمةٍ واحدة ويعجبني لقاء علماء الأمة وأن يكون هذا فعلاً لقاء لعلماء الأمة لكي يلتقوا السادة العلماء الإخوة الفضلاء الحاضرون ما يجري في الغوطة جريمةٌ عظمى لا يُعقل أن لا تكون مسيرات تتقدمونها في شتى بقاع الأرض هذا يعني أقل القليل لا نسمع الحقيقة مع الذي يجري في الغوطة حتى بيانات على استحياء حتى حراك اليوم يُعتَّب لصفقة القرن وهذا كله داخل فيها من أجل أن تُغتالي القدس وأن تُنهى القضية الفلسطينية والأمة ترفع الأشلاء نُساق يا أيها الإخوة ينبغي أن نكون نُساق اليوم إلى كلمةٍ واحدة بالأشلاء لأننا لم نأتي بالتي هي أحسن بالدعواءات والمحاضرات والكلمات والمؤتمرات لم تُجز معنا فاليوم الله يسوكنا إلى وحدتنا وإلى كلمةٍ واحدة وإلى حسن تدبيرنا معاً بالأشلاء أشلاء أطفال الغوطة والله لا أستطيع أن أنظر إلى يبدو أن الإخوة جزاهم الله خيراً قرروا أن يخففوا عنا فاختاروا سورةً يعني لطيفة فيما يجري في الغوطة الذي يجري في الغوطة ليس هذه الذي يجري في الغوطة يا إخوة تقشعر له الأبدان الذي يجري في الغوطة قتل لشعبٍ مسلم كما ذكر فضيلة الشيخ غازي انتدح الله هذه البقعة باسمها لكي يكون لنا إذا وخزت ينبغي أن تتعلموا جميعاً لا أن تبكوا بلا إحساس ولكن الله يريد أن يكشف لنا الطائفيين والمظالمين المجرمين والقتلة والعملاء والمحتلين لكي نضعهم جميعاً في خانةٍ واحدة ولكي نتعامل معهم على أساسٍ واحد اليوم مصر يحكمها العملاء وبغداد يحكمها الطائفيون وسوريا يقضي عليها المجرمون ومن جاءوا بهم والكدس يحتلها المحتلون الغاصبون واركان يذبحها الحاقدون إلى غير ذلك في بقاع المسلمين فعلينا أيها الإخوة تجاه الغوطة الآن نعود إلى الغوطة وهي مشروعنا الذي التقينا من أجله أن نوجد الحراكات والتحرُّك الدائم والمستمر لا بد أن يسمع هؤلاء المجرمون الذين قدموا من أقاص الأرض لكي يدفنوا أبنائنا تحت التراب تحت أنقاذ بيوتهم أن يشعروا أننا لا نستطيع نام في بيوتنا أما أن نبقى على كامل أريحيتنا ونأتي إلى ملتقيات نتصور عمامها ويكفي لا ما بتزي والله بإذن الله تعالى إذا سلكنا طريقنا وعلينا أن نشنكه تدبيرا وتفكيرا واجتماعا ووحدا فإننا قادرون عليهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب لكن كانوا مؤمنين مجتمعين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نحن مؤمنون ونعلم أن العاقبة للمؤمنين بس خايفين أن لا نكون ساكين سلوك المؤمنين الذين لهم العاقبة وأن يكون هناك استبدال لغيرنا أو بغيرنا أما هؤلاء المجرمون فلا استمرار لهم بإذن الله تعالى هؤلاء القتل الذين يقتلون الشعوب والذين يذبحون الأطفال بلا رحمة وبلا قيم فمن لم توقفه القيم والرحمة ينبغي أن توقفه عزيمة الرجال وجهاد المجاهدين ويا شيخنا شيخ سامة الإخوة هناك ليتجاوزوا كل الأسماء الصغيرة ويقفوا في وجه هذا الطغيان الكبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أطفالنا في الغوطة وأن يفرج عن أهلنا في العراق وفي مصر وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي غزة وفي القدس القدس تهود اليوم القدس تهود كيف ننام ولا نفكر في القدس يا إخوة علينا أن نتحرك وأن يكون في حراك كبير من أجل هذه القضاء اليوم صفقة القرن معنية بما يجري في الغوطة ولذلك تذكروا الكيماوي الذي حصل قبل فترة قصيرة على الأقل بالحكي صار في حراك كبير اليوم ما في حراك أكثر من الكيمة ومشير ما في حراك لأنه مراد أن تكون الأمة مثخنة بجراحها عندما ياتي ترامب المجرم بمشروع صفقة القرن فلا يكون لدينا كل أحد غارق بدمائه ولكن علينا أن نتعامل على أنها قضية واحدة لا أقول في بقعة بلاد الشام عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم قيل أين هم حتى يأتي يا وعد الله قيل أين هم يا رسول الله قالهم في الشام والرواية الأخرى قالهم في بيت المقدس وأقنا في بيت المقدس وهو معنى واحد يعني كنا جمعين نقول إشكالات في بقاع لا هي في بقعة فلننتبه يا إخوة اثنين بإختصار طولت أنا يا شيخ أيضا يا إخواننا البذل اليوم حثوا أنتم العلماء محركون ناس لا يمكن أن يجوع هؤلاء الذين يذبحون لا بد أن يقدم شيء كل هذه البلد يجتمع وكونوا نريد أن يقدم شيء ما زلنا مآمنين في البلاد وبعدنا فيهن وقلينا مآمنين لكن لا بد أن نقدم شيء حتى على فقرنا وعلى حالنا لهؤلاء الذين يذبحون في الغوطة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نسأل الله أن يجعل في هذا اللقاء الخير وأن يكتب لكم الخير والأجر السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور ونسأل الله تعالى أن تكون فعلاً هذه الجراح المتعددة وخزاة تنبه الأمة تنبه الغافلين فيعملون بيدٍ واحدة وينتقلوا من القول إلى العمل من أرض الكنانة من مصر الحبيبة يتفضل الدكتور وصف عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة وعظم الوكتب بالتنفيذي لرابطة أهل السنة فلتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وآله وبعد أيها السادة العلماء الأجلاء والحضور الفضلاء رغم ما نشاهده على الشاشات من مآسٍ ومن جراح ومن آلام ومن بيوتٍ مهدمة ومن أطفال ينتزعون وينقذون من تحت هذه الأنقاض فإن هناك آمالاً لا يوجد آلم أبداً إلا ومعه الأمل ولا توجد محنة إلا وفي طيها منحة وأول هذه المنح هي ما نحن بصدده الآن هيئة علماء المسلمين العراقية تقيم مؤتمراً عن الغوطة بسورية على أرض تركيا في اسطنبول هذا الأمل الذي يقودنا القدر الإلهي إليه ومن لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان لن تحرك هذه الأمة إلا هذه الأشلاء وتلك الدماء وهذه المآسي التي نراها ولا نستطيع أن نكمل مشاهدتها لشناعتها وفضاعتها هذا الأمل الذي يتصاعد معه مفهوم الأمة علماء الأمة الذين يجب أن يكونوا طليعة لتنامي وتصاعد هذا المفهوم آن لنا أن نتخلى عن قومياتنا وعن قطرياتنا نهتم بها نعم لكن نكون يداً واحدة وأمة واحدة والقرآن الكريم ملي إن هذه أمتكم إنما المؤمنون إخوة وإن هذه أمتكم والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الكلمات السابقة المؤمن للمؤمن كالبنيان مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا كان القلب في تركيا الرأس في بلد آخر القدم في بلد آخر الأجهزة في بلد أخرى الأمة كلها جسد واحد فمن قلب هذه المحن وهذه الأشلاء والدماء سوف تلتقي الأمة وتعود أمة واحدة بإذن الله تعلمون أيها السادة العلماء قصة الغوطة فهي من أوائل البلاد التي شاركت في الثورة السورية من شهر مارس 2011 وهي من أوائل القرى التي شاركت في الثورة ووقفت ضد الظلم والطغيان والاستبداد والقهر ومن أجل هذا استهدفها النظام في أكثر من مناسبة منذ 2011 تحاصر في 2014 يهجم عليها في 2017 يعاد الهجوم الآن منذ أكثر من شهر وهي تحت القصف والحصار والدمار ولن تكون الغوطة فسطاطاً للمسلمين كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الملحمة الكبرى إلا بهذه التجربة وإلا بهذه المحنة لا يمكن أبداً أن يكون تمكين إلا بعد التجربة ولا تكون منح إلا بعد المحن لكن علينا كما أشار الإخوة الكرام أن يقوم كل منا بواجبه العلماء عليهم واجب الحكومات والدول عليها واجب الهيئات العالمية والدولية عليها واجب الواجب العيني على أهلنا هناك في الغوطة في سوريا وأنا أقول لكم أيها الإخوة أنا متواصل متواصل بشكل يومي مع الإخوة هناك في الميدان بشكل يومي وكل قادة الجهاد هناك علماء ودعاء كل قادة الميادين علماء ودعاء ولعلكم تسمعون بالمقاطع الصوتية التي تأتيكم على وسائل التواصل اللغة العربية فيها صحيحة النصوص الشرعية فيها قائمة وموجودة فكل ما هناك هم علماء وأنا أنقل لكم ليس مقاطع من التي نسمعها وإنما مقاطع حية وصلتني مباشرة من هناك الله وبركاته لله الحمد أسأل الله عز وجل وليس مدينة فرحة المسلمين وأن يكرمنا بالنصر المبين لله الحمد إخوانكم اليوم المجاهدون حرروا قسما طيبا من أرض غوطتنا وحرروا بيوتا وأبنية لله الحمد وقتلوا الكثير من كلاب الأساد على جبهة حرستة مثلا أكثر من ألف متر خط نظر حرر مجاهدو الغوطة هذه البقعة من الأرض وقتلوا ما يقارب العشرين دبابة والآن شهر كاتش على ربي سبحانه وتعالى يجعلها غنيمة لهؤلاء الأبطال وأما جبهة الريحان فإن مجاهدي الغوطة أيضا أسقطوا طائرة لله الحمد طائر الاستطلاع وقتلوا أيضا العشرات من كلاب الأسد ولم يستطع النظام يتقدم هناك ولا شبر واحد أما أبطال القتال والنزال في منطقة العب ومزارع مصرابة ما زالوا يقفون في وجه النظام ويريدون بإذن الله حتى لو أخير عليكم أخبرنا أن نؤتم لكم الفرحة لله الحمد أيضا في جبهة الريحان دمروا دبابة منذ الصباح نسيدوا لذكرها وأبطال الجهاد في بيت نايم أيضا حرروا عدة نقاط جديدة بيت نايم والمحمدي أسأل الله أن يتمم فضله وجوده وكرمه علينا جميعا وباسمي طبعا أنا أخبرت الإخوة هناك بأن حيئة علماء المسلمين في العراق تقيم اليوم هذا المؤتمر ولهم شكر خاص من الإخوة في الغوطة جميعا بسمي أبناء الغوطة وباسمي أحرار الثورة السورية نتمنى منكم أن توصلوا سلامنا لأهلنا في العراق وخصوصا لهيئة علماء المسلمين في العراق يعني ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أيها الإخوة الكرام نحن الآن إذا كان العدو يفتق بالمسلمين ويقتل الأطفال ويستخدم الأسلحة المحرمة فسنة التدافع قائمة لن يسكت العلماء ولن يسكت المجاهدون هناك ولا في كل مكان أنا بدوري إضافة إلى ما تفضل به فضيلة الدكتور نواف من إقامة المسيرات والفعاليات في كل بلد أنا أقترح أن تقوم مجموعة من هذا الجمع الطيب من العلماء بقافلة علمائية عليها إغاثات وهذه القافلة تصل للمجاهدين هناك وتتضامن معهم وتجلس معهم ولتكن هذه القافلة برعاية تركية نحن لا يمكن أبدا أن نكتفي بالكلام ولا أن نكتمع في غرفة مغلقة نتكلم وإن كان هذا شيئا مطلوبا لكن ينبغي أن ينضم إلى الكلام العمل أنا أقترح تشكيل هيئة تشكيل قافلة علمائية برعاية تركية تصل إلى الإخوة المجاهدين هناك تتضامن معهم وتشد أزرهم وتقدم لهم ما يحتاجون من إغاثة مدية وإغاثة فكرية وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله بكم فضيلة الدكتور ونشكرك أن نقلت لنا صوت أهل الغوطة في هذا اللقاء ونتمنى أن ينتقل صوت هذا اللقاء وصوت هذا الجمع من العلماء إلى أهل الغوطة ليثبت قلوبهم وأن ينتقل هذا الصوت إلى الأمة لتتحول إلى الفعل بنصرة أهلها في الغوطة بإرسال على الأقل الآن إرسال مساعدات عاجلة وإغاثة أهلهم هناك فننتقل بالفعل من القول إلى العمل الختام مع كلمتي فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق خليتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البدء ويعذرني الدكتور نواف أن أشكر العلماء على قيامهم لواجبهم فأنا أتفق معه في النفرة من عبارات الشكر والتفخيم التي نتداولها في لقاءاتنا الكثيرة ولكن نحن أهل الصنة والجماعة في عقيدتنا شكر المنعم واجب ولابد من شكركم جميعا على قيامكم بالواجب في مقابل كثير من علماء الأمة ممن لا يقومون لواجبهم فشكرا لكم ومبارك الله فيكم على هذا الجمع المبارك وهذه التلبية لدعوة إخوانكم في هيئة علماء المسلمين في العراق وهم يقومون بأدنى الواجب وهنا أيضا أتفق مع الدكتور نواف هذا هو أقل الواجب واسمنا هيئة علماء المسلمين هذا هو الاسم في العراق وفقط لبيان الجهة المكانية وإلا في الأصل أن يكون علماء المسلمين جميعا على قلب واحد على رأي واحد على فعل واحد على بوصلة واحدة وأن يتجاوزوا كل المعوقات التي تحول دون اللقاء بينهم والاتفاق الإمام الغزالي رحمه الله يقول في أحد كتبه عندما يتحدث عن المؤامرات على السواد الأعظم من المسلمين في وقته يقول ينبغي أن نكون عليهم إلبا واحدا فينبغي لنا جميعا أن نكون إلبا واحدا ولا سيم العلماء وطالبة العلم وهنا أعود إلى شيخ الغزالي إلى الجويني عندما يرى أن علماء الأمة أن الفقهاء هم الذين يتولون أمر الأمة إذا خلت زمانه عن الحكام وهنا أقيس إذا تقاعس الحكام عن القيام بدورهم وعليه فأثني على المقترحات التي وردت من الجميع ولا سيمة من الدكتور نواف وأخيرا من الدكتور وصفي وأقول فلنجعل هذا اللقاء نواة للقاءات أخرى عن فلسطين عن مصر عن ليبيا عن أركان عن اليمن عن غيرها من هموم المسلمين وبالمناسبة التقينا قبل شهر ونصف في مؤتمر القدس هوية الأمة في ماليزيا وكان معنا شيخنا الشيخ حسين الرفاعي والأستاذ الدكتور نواف التكروري وعندما صدر البيان الختامي للمؤتمر والتوصيات فيه عقدنا العزم في الهيئة على أن نعقد لقاء تضامنيا تضامنياً مع القدس في إسطنبول وأن نجمع فيه علماء الأمة ولكن أحداث الغوطة جعلتنا نتفاعل مع الحادثة الآنية وإن شاء الله على وعد في هذا اللقاء ومع مآسي المسلمين الأخرى الأخرى إخواني وأحبتي هذا اللقاء التضامني هو مع أهل سوريا جميعاً وإن كانت الغوطة الآن هي العنوان هي الرمز هي المأساة وهي الألم فتضامننا اليوم مع سوريا جميعاً مع بلاد الشام جميعاً بشخص الغوطة وأهلها الصابرين المجاهدين المرابطين هذا اللقاء هو تضامني للعلماء وحديث العلماء ذو شجون واجب العلماء كبير في هذه المرحلة واجبهم الأول هو اللقاء كما تحدث قبل المشايخ والأساتذة الأفاضل جميعاً واجبهم الثاني هو تقريب وجهات النظر ولا أقول توحيد صعب التوحيد هذا طموح لا نسعى له الآن وإن كنا نتمنى أن يحصل وإنما تقريب وجهات النظر ما أمكن في قضايا الأمة لأننا على قلب واحد وأمثل هنا بالحاضرين ولكن هناك فراغات في تقدير المواقف فراغات في رؤية الأحداث كما هي فراغات في تصور المعركة الدكتور عمر قال نحن الآن ثلاث جبهات أو ثلاث مشاريع واضحة وصريحة وأتفق معه مشروع الكام الصهيوني المشروع الإيراني ومشروع الأمة ومن قدر الله سبحانه وتعالى أن يتخلى حكام الأمة في الغالب عن هذا الأمر وتجعل تركيا الآن في واجهة هذا المشروع فلنقتنم هذه الفرصة والمتاح من الحركة في تركيا على أن لا نحملها ما لا تطيق كما قال الدكتور نواف المآسي كثيرة والمشاكل كبيرة والدول تتحرك في أطر دولية وأقليمية غير الأطر التي نتحرك فيها كعلماء ودعاة وناشطون دور علماء بل أثر العلماء في المفاصل الكبرى في حياة الأمم مشهود ونحن الآن نمر في مفصل مهم ومتغير كبير من تاريخ الأمة ولعل هذا اللقاء وهذا الاجتماع واللقاءات السابقة والجهود المشكورة للإخوة العلماء في تركيا من مختلف البلاد العربية والإسلامية فلهم جهود كبيرة في هذا المجال أنا أثني على كل جهودهم وأقول لهم بكل وضوحي وصراحة يدنا معكم وأمل الأمة وقلوب الأمة معلقة علينا جميعا فلابد من تكاتف هذه الجهود والمشاريع من أجل أن نخلص برؤية موحدة واحدة كما اتفقنا على سبيل المثال في ميثاق الوقوف بوجه التطبيع الذي وقع عليه علماء الأمة قبل أشهر لكن كما نأمل ونتمنى فعلينا أن نكون واضحين وصريحين في تشخيص بعض النقاط السلبية ومنها أن داء الحكام للأسف في المفاصلة والمعادات قد سرى إلينا وقد دب فينا أيضا فلنعمل ما أمكننا على تجاوزه من خلال النصح المباشر لبعضنا لدينا وجهات نظر مختلفة قراءات متعددة للأوضاع نعتني في الغالب بقضايانا الأساسية في بلداننا ونعتني بقضايا الأمة ولكن أحيانا النسب تتغير فنغلب الهم القطري على الهم العام هم الأمة بالبارحة الأخوة في قسم الإعلام في الهيئة أرسلوا لي رسالة أحد الأخوة من أريتيريا يعلق على تويتر على بيان هيئة علماء المسلمين في التعزية بوفاة الشيخ موسى مدير مدرسة الضياء الإسلامية الذي توفي قبل أيام في سجنه في أسمره رحمه الله ويقول استغربت أن أول بيان للتعزية جاء من خارج أريتيريا طبعا من هيئة علماء المسلمين في العراق فيقول يعني أهل العراق لم يقولوا اللي فينا يكفينا وهذا يدل هو يقول يستنتج وهذا يدل على أن الأمة بخير طبعا أنا رأيت بيان الأخوة في هيئة علماء فلسطين أيضا في هذا الموضوع فالاهتمام بالمسلمين جميعا قضية أريتيريا منسية مهمة هذا كمثال ولكن لاحظوا مدى الاهتمام البسيط والتذكر بيان تعزية يفعل فعل السحر في قلوب المسلمين فعلينا أن نعي هذه القصة وأن ننتبه لها وأن نتجاوز الأطر الضيقة التي يحاول كثيرون أن يحصرون فيها فيما يتعلق بالغوطة الغوطة وأحداثها المأساوية فرصة مناسبة جدا لتكاتف الجهود والانطلاق منها لخطوات عملية كما أشار الأخوة المتحدثون قبلي من أجل القيام بالواجب لها ولسوريا ولقضايا الأمة الأخرى ومقترح القافلة الإغاثية المشتركة مقترح جميل جدا وأثني عليه وأنا بالمناسبة طلبتنا الأخوة في القسم الإغاثي في الهيئة أن يلتقوا بالشيخنا واستاذنا الشيخ حسان الرفاعي بعد هذا اللقاء للتنسيق في حملة إغاثية مشتركة بين نهاية علماء المسلمين والأخوة علماء المجلس الأعلى السوري الإسلام السوري وهنا أقول لا فلنوسع الدائرة فكل الجميع بناء على الدعوة التي أطلقتمها فبارك الله فيكم والمناسبة أيضا أبلغني الأخ مسؤول القسم الإغاثي وهو معنا بالقاعة بأنهم عندما وزعوا الإغاثة في بعض المخيمات في الخالدية وفي الحبانية في محافظة الأنبار وجدوا بعض من إخواننا السوريين النازحين من مناطق البكمال والمناطق المجاورة لها الذين نزحوا إلى القائم قديما ثم نزحوا من القائم إلى المناطق الداخلية في محافظة الأنبار فلاحظوا يا إخوة الهم واحد بل المعاناة واحدة العراقي في مخيمات في سوريا والسوري في مخيمات في العراق ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى وستبقى دمشق شقيقة بغداد والموصل الحلب الشهباء وهكذا بقية مدن المسلمين إخواني مأساتنا كبيرة والجهود كما ذكر الأستاذ عمر مهما قدمنا من جهود ونحن هيئات علمية شعبية غير حكومية لا يكفي وهو قال تركيا كدولة لا تستطيع أن تقوم بسد هذا الخرق الكبير فالرقعة يا إخواني نحتاج رقعة كبيرة جدا فإذا كان الدول لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب لاتساعه فما بالكم بنا نحن خرقنا في العراق كما تعلمون كبير جدا ونفعل ما نستطيعه وفق القدرات الموجودة وهي قليلة الموصل قرابة 80% منها مدمرة والرمادي كذلك قرابة 80% منها مدمرة والفلوجة حدث ولا حرج أما بيجي وتكريت وديالة وجرف الصخر دمرت بالكامل 100% ولكن كل هذا إن شاء الله لن ينسينا عن هموم الأمة الأخرى وأختم فأقول بغداد يحكمها الطائفيون ويحكمها أيضا العملاء ويحكمها أيضا المتذرعون ببعض الذرائع هنا أو هناك وهذه نقطة أولى من أجل تقارب الأفهام في ملف حساس كالملف العراقي فإذا قلنا عن العاصمة الفلانية يحكمها العملاء وهم من أبناء البلد الذين انقلبوا على شرعية هذا البلد فمن باب أولى أن نصف من يتعاون مع حكومات الاحتلال في العراق ومع الطائفيين بالعملاء ولكننا لم نستخدم هذا المصطلح طيلة السنين الماضية إلى الآن لماذا؟ قلنا نراعي من يقول اجتهدنا لخصوصية أو لظرف أو لأمر ما ولكن 15 سنة الآن بعد الاحتلال هل بقي عذر؟ هل بقي ظرف طارئ؟ هل بقي شك في نصاعة القضية العراقية وأن المسيطرين على البلاد فيها هم حكومات الاحتلال ومن يتعاون معهم أو من يتعامل معهم؟ فإذن هي محاولة ودعوة لتقارب وجهات النظر في هذا الموضوع الحساس فلماذا مثلاً يوصف المتعاون مع نظام بشار بالعميل؟ هل بالله عليكم يمكن أن نقبل حجة من أحد يقول هو هناك ليقلل الضرر عن أهل السنة؟ تقبل هذه الحجة؟ لا تقبل في سوريا هل تقبل في مصر؟ لا تقبل في مصر هل تقبل مع الحوثة في اليمن؟ لا تقبل لماذا إذن تقبل في العراق؟ هي مجرد ملاحظة موضوعنا الغوطة ودمشق ولكن لأن الإخوة أشاروا إلى موضوع العراق أحببت أن أشير إليه وأختم بالشكر مرة أخرى بارك الله فيكم وشكر لكم ونتمنى أن يصل هذا الصوت إلى أهل الغوطة فيزيدهم صموداً وصبراً ومطاولتاً وعزماً ونصراً أكيداً بفضل الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور على هذه الكلمات وفي الختام نستشهد ونستذكر حديثاً الذي رواء وأخرجه أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها والحديث طويل ومشهور ومعروف لدى الجميع فواجبنا اليوم أن نواجه هذا التداعي وأن ننتبه لهذا الخطر مهمة العلماء في هذه الأزمات مهمة كبيرة وعليهم الواجب في تذكير الناس وتثبيتهم وحثهم على الترابط والتناصر رسالة العلماء اليوم علماء الأمة رسالتهم إلى الأمة جميعاً أن تنبهوا فعدوكم واحد أن تنبهوا فخططوا واستعدوا رسالة العلماء إلى الأمة أن تآلفوا بقلوبكم وتساندوا فقفوا صفاً واحداً وعملوا بيد واحدة رسالتهم إلى الأمة أن أغيثوا في هذه الساعة أهل الغوطة وأهل سوريا فهي واجب الوقت لكن لا تنسوا بقية الجراح في الأماكن الأخرى رسالتهم إلى الأمة أنه يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال نعم مجرد اللقاء لا يكفي لكنه في ذات الوقت مهم لأنه رسالة إلى الأمة هي رسالة تحرك الهمم وتنبه على الخطر وتدفع إلى العمل إن شاء الله تعالى السادة الحضور جميعاً أكرر الشكر على هذه الكلمات الطيبة لكل من شارك في هذا اللقاء وأشكر كذلك جميع الأفاضل الحاضرين وأيضاً أكرر الشكر والشكر واجب إلى البلد المضيف إلى تركيا حكومةً وشعباً على هذا اللقاء وعلى اللقاءات والجهود الكثيرة والكبيرة والتي نعلمها ويعرفها الأساتذة الذين يسكنون هنا وحتى نسأل الله تعالى حتى أن يرفع الغم عن جميع بلاد المسلمين فيجمعنا إن شاء الله في خير حال والأمة قد زالت عنها هذه الجراح وتوحدت وأصبحت في خير حال ومآل ونسأل الله تعالى أن تتكلل الجهود جهود هذا اللقاء كما اقترح الأساتذة بتنظيم حملة إغاثة حملة إغاثة عاجلة إلى أهل الغوطة وتكون ربما مقدمة لعمل موحد في أماكن أخرى من بلاد المسلمين نسأل الله تعالى أن يتقبل جهدكم وعملكم وأن يكون سببا لنصرة المسلمين والتخفيف عن المستضعفين وختاما نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم خير العمل وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر